جديدة تظهر حول قتل المؤسس أهل الداعش الإعلامية وكالة أعماق براء كاديك وفقاً لما نشره شقيقه على موقع فيسبوك فإن كاديك قتل في ضربة جوية يوم الأربعاء في مدينة الميادين في محافظة ديرزور في سوريا ماذا يعني قتل كاديك لأعماق وداعش؟ في تحليلنا ننظر في السياق والآثار المحتملة لهذا التطور تلقت وسائل إعلام داعش ضربة كبيرة بعد قتل براء كاديك والمعروف باسم مشعل ريان ما يجعل هذا التطور أكثر دماراً لداعش هو أنه أتى بعد سلسلة هجمات استهدفت آلة الدعاية لداعش على مدى العام الماضي وتروحت هذه الهجمات بين الغارات الجوية إلى الهجمات الإلكترونية المتطورة مثل إصدار نسخة مزيفة من مجلة داعش الإلكترونية على الإنترنت رومية ونتيجة لهذه الهجمات المتواصلة فإن يدى داعش الإعلامية فقدت تأثيرها وفعاليتها ففي نيسان إبريل بدأ الضعف المتفاقم في إعلام داعش واضحاً للعالم بأسره عندما قامت أعماق بكشف هوية خاطئة لمهاجم باريس الذي قتل ظابط الشرطة هناك عدة أسباب تبين لماذا أضعفت هذه الهجمات وشلت قدرات وسائل إعلام داعش داعش جعل نفسه عرضة للخطر على وجه التحديد بسبب السيطرة المركزية والمركزة على وسائل الإعلام من خلال التصميم المرئي الموحد واللغة المستخدمة في أنشطته الدعائية لذلك عندما يتم ضرب المكونات الرئيسية لهذا الهيكل المركزي فمن الواضح أن آلية وسائل الإعلام في داعش سوف تصارع بصعوبة بالغة للتعافي وبعد أن تلقى داعش الكثير من الضربات الموجعة والحرجة يعتقد خبراء الإرهاب أن قدرة داعش على التأثير على جمهوره من خلال الإعلام قد تم إضعفها بنجاح الأمر الذي سيزعزع ثقة أتباع داعش بالتنظيم وبقدرته الدعائية وهذا بدوره يضع زعيم داعش أبو بكر البغداد في موقف حرج فبينما يواجه البغداد هزيمة وشيكة في الموصل فإنه يتعين عليه الآن أن يتعامل مع الدعاية والشبكة المعطلة للتنظيم ما يشكل تحدياً للحياة أو الموت بالنسبة لداعش لأنه لا يستطيع أن يفقد السيطرة على دعاية داعش أمام منافسيه وبالتالي فإن فقدان مصدقية أعماق قد تدفع البغداد في النهاية إلى الاختباء